سؤال تعالوا نطرح مجموعة من الأسئلة على السبيل المثال يعني أنا بتكلم بجد قبل ما هنقعد نتفرج مع بعض على مجموعة من التغريدات يعني أي أم في الدنيا أي أم لها حق بجد أنها تطمن على ابنها تطمن على صحته تطمن على أحواله حلو؟ ده طبيعي ومحدش يمكن هذا الحق بس أنا عايز أعرف بجد هل في أي من الدول الكبرى؟ إنجلترا، فرنسا، ألمانيا، أمريكا، اليابان، أي حد اختار البلد اللي أنت عايزها مش اللي أنا هاختارها في حاجة اسمها أنا كنت واقف عشر ساعات قدام الصور بتاع السجن بطالب برؤية ابني أو الاطمئنان عليه ولو برسالة خطية يعني هو في حاجة كده؟ يعني هل ده حصل في الدنيا؟ فمثلا إيه؟ فنقعد ننادي علاء يا علاء فيطلع حد يقول لنا أمري فنقول له والله أمري يا دكتور فنقول له والله ده أنا عايز أطمن على ثانية واحدة بس يا محمد ندلنا علاء من جوه؟ ما هو علاء مسجون بتهم والتهم بالمناسبة وده اللي لازم تلتفت إليه الوكالات اللي بتقول إن إحنا وكالات كبيرة وإحنا ما حصلناش وما إلى ذلك وإحنا اللي جايبين تديب من ديله وإحنا اللي نعلم كل الصحافة اللي موجودة في الدنيا دي المهنية والموضوعية إلى آخره ما نجيش تقول أصلي علاء مسجون بتهم متعلقة بالرأي والعمل السياسي نهينا عن التوصيف بأنه أيقونة يناير ولا مش أيقونة يناير مش موضوعي هو شايف نفسه كده البعض يشوف كده الأغلبية تشوف كده والله ما موضوعي كل واحد حر كويس؟ لكن أنا بسأل سؤال هو متهم بتهم جنائية ولا متهم بتهم متعلقة بالرأي وحرية التعبير؟ ده سؤال مهم جدا السؤال اللي كان قابله طب ما هو أسهل حاجة في الدنيا إن أنا لما بكون عاوز أتطمن على حد فبروح بتقدم بطلب وهذا الطلب بايق اسمه إذن الزيارة فبنروح ونزور وهكذا دي نقطة نقطة تانية أنا هرجعك بس للتاريخ وأنا أستأذن في استخدام المصطلح في جزء من التاريخ ده عندنا بقى حلو؟ علاء عبدالفتاح لما كان والده رحمة الله عليه مريض في المستشفى وكان علاء متهم مدان عليه حكم وموجود في أحد السجون في جمهورية مصر العربية وطلب علاء عبدالفتاح وأسرته وأصدقائه بإنه إعطاء فرصة لعلاء إنه يروح يزور والده وكان الوالد رحمة الله عليه خلاص يعني قبق أو سينة أو قد نسر لله قرب يطلع فالراجل اللي حقع نفسه يشوفه أبوه تطبيعي نزعة إنسانية طبيعية يعني دي الفطرة وقال أنا عايز أشوف أبويا قبل ما أبويا يموت خرج علاء من السجن راح لوالده المستشفى وشاف أبوه حصل ولا هنجذب ونقول ما حصلش اللي بعده الله يرحمه ولد علاء متسيف توفى علاء ملحقش يطلب تاني إن أنا ملحقش يطلب وبالمناسبة لا يوجد في القانون ما يسمح بذلك أو يطيح ذلك ولكن كان استثناء عايز أحضر جنازة ودفنة أبويا خرج علاء وراح حضر جنازة ودفنة أبوه ولا لأ ده سؤال حقيقي ما كل هذا القمع إيه اللي فترة ده سبتوه يطلع من السجن يروح يشوف أبوه يا قمعيين شفتوه يخرج تاني من السجن يروح يحضر جنازة ودفنة أبوه يا قمعيين اللي أنا بقوله متأكد أنه يثير حافيزة مش بس الأسرة الكريمة للأخ علي عبد الفتاح يطرى هلطرى هو علي عندما يتحدث أو يكتب على مواقع التواصل الاجتماعي بيكتب يقول إيه؟ تعالى نقرأ وحدة وحدة بعد إذنك معلش اسمحولي أنا هتحرك ولا عشان الإضاءة يا زيمة هتحرك؟ أشكرك يا زيمة أخذ ندرتي في إيه دي يا ابني أنا عايز أوضح أرجو إن إحنا نسمع الكلمتين دول كويس ده الأكاونت بتاع علاء على تويتر أنا عايز أوضح بس إن لو طهاروا الدخلية وعملوا لنا أجدع دستور خد بالك أجدع دستور وجابوا حكم ثوري منتخب حبوب تبقى اللي مصطلح علاء منتخب العمقه عميق وكتبوا أحسن قانون تظاهر في الدنيا برضو مش هنلتزم بي يعني السؤال هي المشكلة في إن قانون التظاهر عاجب ولا مش عاجب؟ لا مش مهم عند علاء مش مهم اعمل القانون وأنا مش هلتزم حتى بص قالك إيه؟ أحسن قانون تظاهر في الدنيا مش هلتزم أحسن دستور في الدنيا مش هلتزم حكم ثوري منتخب حبوب مش هلتزم ده علاء هل يعقب علاء على دي؟ طب أفوتها خد فوتها أنا أقول فقط أجمع معلش رجل بتفك بكلمتين مخنوق شوية فوت طب أسأل بقى هنا نصل إلى بعض من بيوت القصيد ما أكتر من بيت تعالى هو لولا حرق الأقسام كانت الدخلية هتتربى دي لغة علاء دي لغة علاء نحرق الأقسام علشان الدخلية تتربى إيه إيه؟ يعني أنت ما حرق الأقسام يا علاء ولا إيه؟ يعني أي محامي في الدنيا لو سألته على دي يقول إيه؟ آه دا يا جماعة شكل من أشكال التحريض على حرق أقسام البوليس أي مهاجمة واضحة اتجاه مؤسسة من مؤسسة الدولة دا كلام علاء مش كلامنا وبيكمل بيقول علاء إيه؟ حرق الأقسام كان أسلوب تقديبي سلمي خب بالك السلمية عند علاء إيه؟ حرق الأقسام أسلوب تقديمي أسلوب تقديبي سلمي دي دي السلمية عند علاء بدلا من دبح كل الزباط على نام فهو شايف إنه السلمي أحرق بس مش لازم نتبحه يعني نحرق بس الله إحنا كده ما دخلناش في قصة بقى حرية الرأي والتعبير إحنا كده ما دخلناش في قصة السياسة إحنا كده دخلنا في قصة إيه؟ التحريض على حرق منشآت لمؤسسات الدولة منشآت أمنية بمعنى أدق وأنا جايلك في الآخر نحكي شوية حاجات كده ما اللي كان بتحصل في العالم في السريع البني يعني مش ها بس خد بالك قالك بدل من دبح كل الزباط أعلنا يعني ماشي اللي بعده يا عم زيمة محدش هيعمل تنظيم مسلح يغتال ضباط الدخلية بشكل عشوائي وخلصنا أبا ده دخلنا على اللي بعده المسألة تصعودية رائعة الجلالة خدت علاء فقرر إنه بيتساءل يتساءل متعجبا وفي نفس الوقت محرضا في نفس الوقت مشجعا على إنه يتعمل تنظيم مسلح يغتال ضباط الدخلية بشكل عشوائي ويخلصنا ما كلنا عارفين إنه مفيش واحد فيهم مش مجرم فكانت تلقى التهمة على نام عيانا بيانا على علاتها جامعا غير مبعضا إلخ إلخ سيبك من كل ده الراجل ناشط سياسي حرية الرأي والتعبير بيقول محدش هيعمل تنظيم مسلح يغتال ضباط الدخلية بشكل عشوائي ويخلصنا لو خلصونا بقى البعض قد يفسر كلام علاء إنه حاول تشكيل تنظيم مسلح يغتال ضباط الدخلية ممكن حد يفسرها كده وممكن حد تاني يفسرها تفسير تاني يقولك لأ هو بس بيشجع على إيجاد تنظيمات مسلحة تبقى مهمتها اغتيالات ممنهجة أو بشكل عشوائي كما وصفها ويخلصنا بشكل عشوائي مين حلو مين وحش مين عطل مين بقى يلا بس خد بالك علاء ناشط سياسي وحقوقي وأيقونة خد بالك علاء تهمته حرية الرأي والتعبير رجل بتهم في تهم سياسي عشو فهم فين السياسة في ده بس اللي بعده قال لك كويس الشماتة في موتهم ونبز أهليهم الوسيلة الوحيدة ان تبطل الحالات الكتير الشماتة في الموت ونبز الأهالي بقدر كم الكراهية اللي موجود في التويتا ممكن يبقى لها من خارق قانونية فلا يحكم ولا يحسب عليها بس التغردتين اللي فاتوا بيقولوا إيه؟ أيوة نحرق إقسام وأيوة نقتل زباط ده كلام علاء ده مش الدعاء من حد ده كلامه هو اللي بعده بطالب بحرق قال لك آه طيبانة قل بالك طيبانة بطالب بحرق جسس السادة الزباط واستخدامها كوقود طبيعي لحين انتهاء أزمة السلار البعض هيقول لك يا جماعة بيهزر هو ده فيه هزار بجد؟ يعني الحاجات دي فيها هزار؟ يعني أنا لو عاوز أهزر لا ده أنا عندي حاجات كتير ممكن أقره لكم لأ أنا عندي الحاجات دي يعني أنا لو عاوز أهزر أهزر كده عادي يعني أنا لو قلت نعمل كده مع فلان ولا علان ولا زيد ولا عبيد عادي ده من الحاجات اللي تخليك تبقى قاعد مستق هو ده اسمه يسار ده بجد يعني يا جماعة أنا مشوفتش ده خالص 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 يا راجل ده فيه ناس تزايد علي يا بابويا لا يرحموا يا رب أنا بابويا تسجن في كل العهود تقريبا يعني أيام الملك أيام عبد الناصر السادات كمان وما دخول مصر مبارك قعد تقريبا نص حياته أيام مبارك برضو مش عارف يوعد في مصر بس أنا مشوفتش أبويا أبدا أبدا ينطق بعيب ما ناطقش لفظ واحد لتجاه شخص ولا مؤسسة ولا منظومة ولا دولة ده واحد اتنين أنا مشوفتش أبويا في مقال واحد أبويا ما كانش ليه في تويتر يعني ما يعني كان لحقه بس أبويا توفى الله يرحمه رب سنة 2012 ما شوفتش أبويا في جملة واحدة مقالا كان أو كتابا كان حرد على حرق مؤسسات الدولة أزيدك من الشعر بيت مصطفى الحسيني رحمة الله عليه كان واحد من أبرز قدة الجناح المسلح بمنظمة فتح وهو مصري قبن عن جد لكن بيحارب عشان القضية حارب العدو اللي احتل وقتل الأشقاء وكل اللي شافوا هنا وفي السجن في الستينيات محردش على حاجة لأ مش هنطلع فاصل فيه فيديو يا جماعة بعد إذن زماني اللي أنا بعتقلكوا على الجروب بتاعنا أستأذنكم بس عايزنا أعرضوا ونسمعوا لو سمحتوا يعني لازم الناس تشوف الفيديو وتسمعوا علشان إيه نبقى بنتكلم ببعض ومنتهى الموضوعية إحنا هنا مش بصدد على الإطلاق على الإطلاق التعريض بشخص ولا الإدعاء عليه زورا وبهتانا ويجب أنت لازم تاخد موقف علاق توناس سريين لا مش لازم هو ممكن يبقى من مدرسة أنا من مدرسة تانية هو تروتسكاوي أنا مش تروتسكاوي أنا ليني ده ما يعني حدوتة سيبك منها حدوتة فكريا ايدولوجيا سيبك منها يعني أنا ما بقدرش أفهم إنه إحنا نضحك على نفسنا للدرجات دي مبقدرش أفهم إنه على سبيل المثال أظن كان في حدثة شهيرة لو أنا فاكر كويس كانت 2013 أو 2014 من أمام البيت الأبيض سيدة أمريكية الجنسية أبن عن جد سهرانة مع أصدقائها ولا زملائها مش دي المسألة على الإطلاق تقلت في الصهر شوية وفي متطلبات الصهر شويتين فكان وعيها واتزانها غير كامل وغير سليم سيئة عربية معدية قدام البيت الأبيض العربية بسبب حالتها غير المتزنة بدأت تعاوم في يمين في شمال خبطت في صدادة من صدادات البيت الأبيض وحاولت إنها ترجع بظهرها وتكمل سيئة ديت غربلت قدام البيت الأبيض لما البعض قالك إزاي قالك لا دي قربت من البيت الأبيض مواطنة أمريكية ولا كل الحقوق قالك والبيت الأبيض ليك كل الحقوق ما حدش بيقرب وهذه المنطقة ما فيهاش هزار اللي بيقرب بيتضرب بالنار وده بالقانون خد بالك أمريكا هنا استخدمت القانون مش مصدق دور ورايا بس الراجل اللي عاوز يحرق اللقسام وبيحرد على ده علنا على حسابه الرسمي الموثق على تويتر لا دي مش جريمة يا جماعة ده سجناء الرأي الراجل اللي بيقول اقتله الزباط دي مش جريمة يا جماعة سجناء الرأي اللي بيقولك إحرقوا جثمين الزباط مش جريمة يا جماعة سجناء الرأي في إن الفيديو ما تطلعوا لي بقى اللي بيشتم أمهات وزوجات الزباط مش جريمة يا جماعة مش جريمة إيه القذرة قوي قوي يعني سجناء الرأي اللي بيدعو لتشكيل تنظيم مسلح للاغتيال العشوائي مش جريمة يا جماعة سجناء الرأي طيب إذا كان في حد من كبار سياسين العالم أو حتى زعماء وقادة العالم اللي شايفين إنه على سجن رأي أرجو إنه بس ياخدوا التميتات دي ومحدش يترجمها له هم يدوها لسفاراتهم بتاعتهم تترجمها وتقول لهم هو دا كده رجل رجل يعبر عن رأيه السياسي والفكري ولا رجل يحرد على القتل وإراقة الدماء والفوضى وحرق المؤسسات والمنشآت الأمنية والتمثيل بالجثمين عن طريق الحرق هيجيلك تمثيل يا دا كان بيهزر يعني لو حد طلع هزر على العلاء عادي عادي يعني لو حد قال كده على علاء نفسه شوف أنا أتمنى وأحب وأحبز وأشجع إنه كل الولاد يخرجوا من المعارضة المدنية واللي ديهم مش ملوسة لبدماء ولا محرضين على العنف شوف كده نصاً هو هو حسام مؤنس خرج زي الفل ربنا يا رب يمتعه بصحته وبحريته زياد خالد داود هنقعد نعد مش دي قص أنا بسأل سؤال علاء كده متهم بتهم جنائية ولا سياسة ورأيه سؤال أنا أسيبه ليك انت اللي تجاوب بس كمان تعالى نشوف فيديو لطيف زريف حبوب صوت وصورة علاء بنفسه مش بقى تويتر كمان يعني مش اللي هو كتبه بأناميله الذهبية على المفاتيح بتاعة الكمبيوتر أو اللابتوب أو الموبايل أو التابلت هو بيقول ايه يا أستاذ علاء تفضل حكي لنا خطتك ناوي تعمليه بقى بناوي طبعا الجيش والشعبي يدو واحدة من تالي ده معناه ان انا تعييد الجيش التانية كبير ده ايه ده فوتوشوب ولا ولا ايه او ده مش صوته او ده سباشال افاكت او دي كائنات فضائية نزلت قلة الكلام ده وكانت مغيرة شكلها وبقوا شابه علاء وقالوا كده وبعدين اختفوا من على الكوكب انا ما حبش ابقى في موقف زي كده بصراحة ما حبش اي حد يتحط في موقف زي ده الكذب البواح ادعاء البطولة ادعاء العمل السياسي المبهر نعلاء يريد للبشر ان يعيشوا حياة افضل حياة افضل عن طريق الايه؟ عن طريق قتلهم وحرق جسامينهم واشتيمة مرطاتهم وامهاتهم وانشاء تنظيمات مسلحة لاغتيالاتهم هي دي الحياة الافضل؟ يمكن حتى انطلاقا كلام دكتور ليلة سويف والدة علاء وهي تتحدث يمكن كان في بوست كدباه في رسالة موجهة لزعماء العالم انتو بتقولوا يا زعماء العالم انو الانسان هو اعز ما نملك هو اغلى ما نملك انتم تتحدثون دائما عن الحرية فانا انطلاقا من كلام دكتور ليلة هو هو اذا الذي يحرض على الانسان يتعاقب والذي يحرض على حرق الانسان يتعاقب واللي بيحرض على اغتيال الانسان يتعاقب واللي بيحرض على حرق المؤسسات التي تحمي الانسان يتعاقب ولا انا بقول كلام غريب انا بتكلم بامانة شديدة وحقيقي بمنتهى الموضوعية اللي انا بقوله ده غريب يعني هو كلام غريب على أي عقل عادي على أي نفس بشرية فطرتها سليمة وهلي هيقول لي لأ وفيها إيه يبقى عنده مشكلة نفسية ده بجد أو عنده مشكلة وطنية ده حقيقي أنا مش من الناس التي تحب أن تطعن في وطنية حد على الإطلاق وأنا لا أحب لا أن أدي لا سكوك الوطنية ولا أحب أن أنا أدي أصم حد بأنه كذا خالص أنا أحب أطرح الأمور بشكل منطقي وبشكل موضوعي زي ما بالزبط كده إذا كانت فرنسا 24 أو BBC أو الأخير شايفين أن هم موضوعيين في طرحهم خلص إذا كان لديهم الشجاعة والشرف المهني الحقيقي ينزلوا التغريدات دي